هم بقى حاجات كتير مليهش لازنها وفاهمين باللي بيعملوا ده انهم حيوصلوا بالحقيقة مش عارفين انه لو عارف الحقيقة لقى بيهم حطيها لي ورقابتي الطيرية معهم او اللي باسمعتهم؟ انت مين؟ اسم سيد بوخارست اللي وصطيه وميجيبولك رقابتي انا شفتك فين قبل كده؟ في النايتلي صح؟ صح؟ بتفهم في الشوف تمام بس لما اعظم ما بتفهميش في السن اصلك لو كنت سمعت عن سيد بوخارست اكيد كنت عملت حسابك وخفتي بانه هخف منك انت يا صايع يا جربوحا وتكشف جلدك كمان بس انا مش هنقدمك دلوقت عشان خطر المصلحة اللي بنلاقها سيد انت دخلت هنا ازاي؟ مصلحة مين؟ اللي بعديناك؟ انا مفيش حد بعيدنا انا كبير نفسي اوكي بتجيب اللي عندك اللي عملتي معلم وخلتيه كبير السوق ان انا بتقولك في السن والهافق اللي بعديه ودتولك في حد ابعد منه دلوقتي بقى مفيش قدامي غير العبد لله اصلاً عاي انت نفسي كبير السوق ومستنى اسبع منك المبروح ها 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 ها... موه اي ام ا glad انت بتستاهده عشان تجيلي بيقولك لحد هنا وبتقولي السنة كنا تخعمين بتوا حك تقولي الفكارها هتعدي اي ام انت عبيت ومش فهم حدي قلتان الابنين فطعضة بس انت مشوها انت بقلت أنا أسيبك تدوري في ابنائك شوي يوم ما تنوي أعرف أجلي التنسي موسيقى طب مانجة طيب يا فندين أنك عارف أن الواد واكل بجمالك حلاوة عشان تبلغ على أخوك ابن أمك وأبوك أخو الواد دي عملك إيه يا أبو سيد اللي دخلته بيتي واتجارتي مش هورتيله على سكة الدنيا يرمح فيها زي ما هو عاوز يا أخو يا سيد ما تصمت كلامك يا تفارد سيد عنده حق يا أنا أخوك بار أخوك بار أخوك بار أخوك أنا خلطانة مني وثقت فيكي قديتك أكبر من حجمك كنت فاكركي هتفهمك يا مدام واللهي ما عرفش ده حصل إزاي أنا اتفاجأت بيه عندك زي ما أنت تفاجأت بيه بالزبط والله الكلام تتروح تقوليه الوحدة ما تعرفتيش إنما الوحدة تعرفك أكتر من نفسك يبقى عيب الوقت ده أنت تعرفيه بس أفهم إمتى وإيه اللي بنته بالزبت أنا ما نكرش إني عرفه أنا عرفه فعله ها بس عرفه من فترة قريبه هو بيشتغل في الناية كلام لي الناية الزفت ها عايزة جديد ما عرفش أنا ما عرفش إيه اللي وراه ما عرفش إيه اللي خليه يدخل لك أخبية عارف يلعب بيك الكورة الصائع طب هو قالك عايز إيه؟ أنت اللي ساهلتي يدخلوا عليا من البوديجارد طبعاً لا أنا مستحيلة عمل حاجة زيدي وأنت عارفة كويس حصل بينكم الحاجة قلت له إيه عني بالزبت بس أقلميش عليكي قبل كده عمر ما جات صرتك خبز ماشي خلي بالك من نفسكي ماشي طب هو قالك إيه؟ كان عايز إيه يا عمي؟ وإنتي لما حتعرفي حتقدر يتتصرفي مش كده؟ ننتي فشلة أنك تدري مكانك أو حتى أنك تعمليين أنا أسفة بأوعيدك أن اللي حصل ده مش هيتكرر تاني أبداً ده المصلحتك يا بوشي لأن المرة الجاية تحيكلفك كل اللي عملتيه السنين اللي فتنت دين؟ حباً تعال يا عمي أمي بعتها لي كده أبداً متشكرة يا حبيبي تعبتك معي؟ ما تقوليش كده أنا تحت أمرك أنت بتحب القرية؟ أه طبعاً بحبها جداً تعرفي؟ أنا كمان بحب القرية قوي إيه ده بجد؟ أمي ليه؟ أه عارفة لما كنت في المالجأ كنت بحب القصص اللي هي رجل المستحيل والحاجات دي اللي فيها ضربه وطنتيته وكده بس كان كل فين وفين بقى لما يشامونا راحت الكتب إيه ده؟ وليه كده يعني؟ استخسار بعيد عنك ولا يهمك أنا هخليك تقرأ كل الكتب بتاعتي وأجيب لك كل الكتب اللي أنت نفسك فيها كمان من عناية بجد يا حوبا؟ أنا بحبك قوي ربان وأنا كمان يا عمر بص يا عمر اقرأ زي ما أنت عايز بس ما تصدقش قوي كل اللي هتقرأه أصدو في الآخر يعني شوية كلام على ورد انت ليه بتقولي كده؟ عشان هي دي الحقيقة الحياة اللي إحنا عايشينها مختلفة أصعب بكتير من أي حاجة بنقراها ونتمناها ونتخيلها لازم تبقى فاهم ده وتقبله ده لو مش عايز تتعب زيه سلامتك يا خالتي اللي بتاعه قولي لي بس اللي يمدقك وحيات أمي بعيد عنك خالص خليك تنبستي ياريتها كانت سهلة كده يا عمر ياريت يا مهرك يا شويت انت يا سيدي انت اللي عملت بقولي ده أنا عملة يقول الناس عملة توع كده زورها انطامنة بزألة صباح واحدة بيها وطلع بصباح حبيبك أنا اللي شاعد فيه وأخوة رمالك شفت بقى الدنيا حلوة زي حلوة زي انت بتغزر يا سيدي أه لا زي ما هزر يا عالم هافة وأزيتها وجه أنا عملة تقني انت يا سيدي أنا كنت أعمل أولي نفسي انك أتعمل الشيء مخلاص طلوس عندك بالدم يا سيدي طب ايه ده اه ده ايه إيه إلا ده ما تهدى طيفي ايه أنا مش ملطاجي ولا غاوة يحفر قابل خاني أخوة ده أولي ابتدى بالشرر أخوك أنا عايز يخلاص مني كنت عايز نعمل ايه أتفرج عليه وهم بيغربلوني مهما قولت يا سيدي مهما قولت مش هتعرف تبع هاني فاكرة سيدي يا شغول أنا هو السخد فتنتي يبزع لك براوي وحاصرة ما حادش بيوانسك فيها سيدي كل حكاية وليه دنيتها واللي زوق أنا فصوف حاجة يستعمل يا سيدي يا فهم انت فاكرة من حكاية معه ودي هتعدم السهل جدا سيدي يا ابن الفهم قدامي في شغولة نتيزة كيف أنا أولا ينف ينف ورجع لك خليهم يجيبوا معي أخيرهم خرشي يا حمن أنا مش مصدق نفسي أنا وانت كده عاديل وسط الناس ليه يعني مش مصدق يا بطا انت مراطي طب والله العظيم لو قدر أعمل أكتر ما كان كنت أعمالي ربنا يخليك لي يا حبيبي ونعمل كل نفسنا فيه إنا بالحق يا حمن كان فيه موضوع كده عايز أفتحك فيه ما يا بطا يعني كانت شغلانا كده اتعرضت علي وكنت عايز أنزل شغل؟ شغل يا بطا؟ ليهو أنا أوليل ولا يهو؟ اخس علي يا حبيبي بتقيتها على لساني تنتكبيري الناس يحمل أنا بس قلت أنزل يا ساعدك كده وتعرفت أبويا ومصاريف علامك ولا ولاو يا بطا أنا لو حسيتنا احنا محتاجين حاجانا وتصرف كده كانت شغلانا بسيطة ده محل عبايات فتح عن دي ساني مطا طيب خلص ما ليش موسيقى موسيقى